واشنطن تفرض عقوبة على كامل القطاع المالي الإيراني وتؤكد استمرارها حتى توقف إيران دعم الإرهاب وطبع حدا لبرامجها النووية تاجيل المناظرة الانتخابية الرئاسية إلى 22 من الشهر الجاري وترامب يرفض المشاركة افتراضيا وزارة العمل الأمريكية تؤكد تراجعا طفيفا في طلبات إعانة البطالة وعصى مخاوف من تداعيات كورونا اقتصاديا العاشرة ليلا بتوقيت جراناتش السادسة مساءا بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة للأخبار أهلا بكم في ضربة جديدة فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا رئيسيا يشل القطاع المالي الإيراني بالكامل ويعزله عالميا وقال وزير الخزانة سيفن ناتشنان العقوبات الأمريكية ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حدا لبرامجها نووية وشدد على أن الإجراءات ستواصل السماح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني ويواجه الاقتصاد الإيراني انهيارا في ظل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية وأثار كورونا فيما تتطلع طهران إلى الانتخابة الأمريكية أملا في تغيير قد يؤدي إلى نهج جديد تجاهها الجديد في حزمة العقوبات الأمريكية الأحدث ضد إيران هو استهداف ثمانية عشر مصرفا إيرانيا أفلتت حتى الآن من الجزء الأكبر من العقوبات التي أعيد فرضها على طهران والأهم من ذلك أن هذه الحزمة تعرض المؤسسات المالية الأجنبية وغير الإيرانية لعقوبات بسبب التعامل معها وبالتالي فإنها تعزلها عن النظام المالي الدولي فعليا أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القائمة السوداء كل القطاع المالي الإيراني مما وجه ضربة أخرى للاقتصاد الذي يعاني بالفعل من وطأة العقوبات التي قلصت تدفق العملة الصعبة إلى إيران إلى حدود قصوى وتدهور العملة المحلية الريال إلى حافة الانهيار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشين قال في تغريدة إلكترونية نشرها الخميس إن الإجراء الجديد يعكس التزام واشنطن بوقف الوصول الإيراني غير المشروع إلى الدولار متعهدا باستمرار نهج فرض العقوبات لكن ليس على حساب مصالح الشعب الإيراني من أهم المصارف الإيرانية التي طالتها العقوبات الأمريكية بنك كيشافيرزي إيران وبنك مسكن وبنك رفاه كارجران وبنك قرض الحسنة وبنك التعاون الإقليمي الإسلامي كما أن حزمة العقوبات تتضمن مصادرة وزارة العدل الأمريكية أسماء أكثر من 90 نطاقا إلكترونيا إيرانيا دعائيا بينها أربعة مواقع إخبارية باللغة الإنجليزية تشغلها قيادة قوات الحرس الثوري الإيراني أو تعمل لحساب هذه القيادة وأمهلت الشركات الأجنبية التي تتعامل مع تلك البنوك مدة 45 يوما لإنهاء تعاملاتها قبل مواجهة ما يسمى بالعقوبات الأمريكية الثانوية وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان صدر الخميس أن العقوبات الجديدة على إيران فرضت للحد من أنشطة النظام الإرهابية والابتزاز نووي البين أضاف أن سياسة فرض العقوبات ستستمر حتى تصبح إيران على استعداد لإتمام مفاوضات شاملة تعالج السلوك الخبيث لنظامها أقل إن المرشد الإيراني علي خامني يواصل وساءة استخدام المال العام لتمويل النفقات العسكرية لقوة الحرس على حساب مؤسسات مهمة في هذه المرحلة كوزارة الصحة وللمزيد من التعليق على هذه الخطوات تنضم ولينا من بثار داف مرالم باناسترول الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أهلا ومرحبا بك معنا هذه الخطوات الجديدة إلى أي مدى نعرف هل ستتحملها إيران حتى موعد الانتخابات التي تعاول عليها كثيرا شكرا لإستضافتي لمناقشة هذا الموضوع الهام أعتقد أن العقوبات الإضافية التي أعلنت عنها إدارة ترامب اليوم لن تغير إلى حد كبير الضغوط الاقتصادية القصوى التي يتعرض لها القطاع المالي والمصرفي في إيران ما تحاول إدارة ترامب عمله هو زيادة الضغط إلى حد كبير بحيث أن الصفقة النووية الإيرانية تنهار وترغم الإدارة القادمة إذا أصبح الرئيس بايدن رئيسا للولايات المتحدة على ذكر الانتخابات والمنتظر منها خلال المناظرتين سواء ما بين المرشحين لمنصب الرئيس أو النائبين لم يكن هناك الكثير من الحديث عن السياسة الخارجية لكن إيران وردت في المناظرة ما بين النائبين عن طريق الحديث عن مسألة قتل قاسم سليماني السياسة ما بين الحملتين إلى أي مدى هي واضحة بشأن إيران؟ أعتقد أن حملة بايدن تعتقد أن السياسة تجاه إيران التي تنفذها إدارة ترامب على مدى السنوات الأربع الماضية كانت تزعزع الاستقرار وعزلت الولايات المتحدة بدلا من أن تعزل إيران وهذه السياسة لم تعيد إيران إلى طاولة المفاوضات لإعادة التفاوض على الاتفاقية النووية أو تقلل من دعم إيران للإرهاب أو إيقاف برنامج الصواريخ الباليستية وأي أنشطة تهدد أمريكا وأوروبا والمنطقة وإسرائيل إدارة بايدن تعتقد أن إدارة ترامب تجاه إيران كانت فاشلة وإدارة ترامب ترى حملة بايدن وسعيها للسلامة للسياسة والتفاوض هذه السياسة غير ناجحة لذلك لأنها تتطرق فقط للبرنامج النووي كما أنها لا تتطرق لأي أنشطة أخرى لإيران مثل دعمها للإرهاب إذن هناك اختلاف جوهري بين إدارة ترامب وحملة بايدن بشأن من هو الذي لديه سياسة أفضل تجاه إيران والمنطقة وتجلب كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة وإنهاء النزاع الذي يزعز على الاستقرار في الشرق الأوسط وجمال إفريقيا بالعودة إلى هذه العقوبات خلال الأشهر وقبلها في السنوات الماضية كان هناك أثر كبير لهذه العقوبات في الداخل الإيراني أضيف كذلك عامل جديد وهو تعامل النظام الإيراني مع تداعيات فيروس كورونا وانتشاره في الداخل الإيراني ما الذي نعرفه حتى هذه اللحظة عن تأثير هذين العاملين في الداخل الإيراني بالنسبة لإيران النظام والحكومة والشعب كلهم يتعرضون لضغوط اقتصادية كبيرة وقد رأينا بالفعل انهيارا كما أن إيران ابتعدت عن العلاقات المالية التي كان يفترض أن تدخل بها بعد الاتفاقية كما أن إيران والولايات المتحدة تنتهي كان الالتزامات في ظل الاتفاقية إيران أصبحت أقرب للسلاح النووي الآن ولم تتوقف عن دعم الإرهاب وأذرعها في المنطقة ولا تورطها في الحروب الأهلية في سوريا واليمن إلى آخره بالنسبة للشعب الإيراني تأثير فيروس كوفيد 19 كان كبيرا في إيران ونتيجة للعقوبات كان من الصعب جدا على الشعب الإيراني الوصول إلى البضائع الإنسانية والأدوية التي كان يمكن أن تساعد على تخفيف النتائج وتخفف من الأزمة الصحية إلى أي مدى تؤثر هذه العقوبات أيضا على تعامل بقية الدول التي لا زالت داخل هذا الاتفاق وكذلك حلفاء إيران اقتصادية معظم الدول عدى الولايات المتحدة تود الانخراط مع إيران اقتصاديا بناء على ما كان مسموحا في ظل الاتفاقية النووية والعقوبات المرتبطة بالاتفاقية النووية على مثلا قطاع الملاحة البحرية إلى آخره تم رفعها عندما كانت إيران تمتثل لالتزاماتها الشيء الصعب الآن هو أن كل هذه الدول والقطاع الخاص يواجه خيارا الاستمرار في العمل مع الولايات المتحدة أو العمل مع إيران وفرص والفرص الاقتصادية والمالية من المنظور المالي من الأفضل لهذه الشركات التعامل مع الولايات المتحدة فهي أكثر ربحا ولكن لسوء الحظ إدارة ترامب استعملت أكثر مما ينبغي أداة العقوبات بحيث أن الكثير من الدول والشركات تسعى للالتفاف على العقوبات الأمريكية وبالتالي من الصعب استمرار الامتثال بالاتفاقية النووية وكذلك فرض عقوبات جديدة على إيران حول أي موضوع خلال الأشهر الماضية أيضا لم تنجح هذه الاحتجاجات في تغيير الموقف في الداخل الإيراني وكذلك حتى هذه المطالبات من بعض الدول التي بقت داخل الاتفاق وكذلك ما جرى من السنرويهات السياسية والانتخابات في الداخل الإيراني ما الذي تبقى أمام النظام الإيراني في الأشهر المقبلة يبدو من منظور واشنطن أن الحياة اليومية بالنسبة للمواطنين الإيرانيين أصبحت صعبة وصعب بالنسبة للحكومة الإيرانية أن تصل إلى المواد والعلاقات المالية التي كانت تحصل عليها من الخارج وتطوير العلاقات سواء بيع النفط الإيراني أو الانخراط في أعمال أخرى ولكن حتى لو إدارة ترامب تسعى لتحدي قوة النظام في إيران فإنها لم تفعل ذلك وحقيقة الأمر أن الاحتجاجات في إيران في العام الماضي لم تؤدي إلى أي تغيير وهذا يجب أن يعرفنا أن النظام يمسك بقبضة حديدية على الأمور في إيران والقوات الإيرانية لا تزال متماسكة ولكن هناك مصاعب اقتصادية للشعب ولكن ليس للنظام ستكون هناك انتخابات رئاسية في إيران وهناك مناقشات كبيرة هل الولايات المتحدة في وضع أفضل للبدء في مفاوضات مع إيران بعد أو قبل الانتخابات الرئاسية ولكن ربما إيران تقرر أنه ليس من مصلحتها داخليا أو من المنظور الدولي أن تنخرط في مفاوضات جديدة مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي إلى أن يكون هناك رئيس جديد في طهران أيضا دانا سرولة الباحثة في مهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى شكرا جزيلا لك شكرا في الجزء الأول من هذه النشرة تناولنا فرض واشنطن عقوبات على كامل القطاع المالي الإيراني فتأكيدها استمرارها حتى توقف إيران دعم الإرهاب وتضع حدا لبرامجها النووية أما في هذا الجزء فسنتطرق إلى تأجيل المناظرات الانتخابية الرئاسية الثانية إلى 22 من الشهر الجاري بعد رفض ترامب المشاركة افتراضيا على أن تكون المناظر الثالثة والأخيرة في 29 من الشهر الجاي أي قبل أيام من الانتخابات وراحقا سنناقش دلالات التراجع التفليف في طلبات عانة البطارة في الولايات المتحدة ومعنى ذلك لا يبعد شبح ركيد الابتصادي ببسط مخاوف من تداعيات لكورونا لابتصادك موسيقى موسيقى الانتخابية على تأجيل المناظرات الثانية بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب ونظيره الديموقراتيجا بايدن إلى تاريخ الثاني والعشرين من الشهر الجاري على أن تكون المناظر الثالثة بينهما يوم التاسع والعشرين من أكتوبر أي قبل أيام من الانتخابات في وقت سابق كان مدير حملة بايدن الانتخابية دعا لجنة المناظرات الرئاسية إلى تأجيل المناظرة حتى تاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر فيما أعلنت شبكة إي بي سي عن لقاء مفتوح مع بايدن في الخامس عشر من الشهر الجاري الموعد الأصلي للمناظرات الثانية المناظرة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديموقراطي في السباق الرئاسي جو بايدن ستكون افترادية قرار اتخذته لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية وعزت الخطوة إلى حرصها على حماية صحة وسلامة المشاركين في المواجهة بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا لكن ترامب رفض المشاركة في مناظرة افترادية معتبرا أنه غير ناقل للعدوى وأبدى رغبته في العودة للنشاط الانتخابي واتهم اللجنة بمحاولة حماية بايدن في المقابل أعلنت حملة المرشح الديموقراطي أن بايدن يقبل بالمشاركة في المناظرة الافترادية وأنه يتطلع إلى الحديث مباشرة مع الشعب الأمريكي ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وارتفاع حدة الإثارة والجدل عكست مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس شدة المنافسة بين المعسكرين الجمهوري والديموقراطي قالت الديموقراطية كامالا هاريس أن الولايات المتحدة عاشت أكبر فشل في تاريخها بعهد ترامب لسيما فيما يتعلق بتعامله مع أزمة كورونا بينما دافع مايك بانس عن فترة حكم ترامب واتهم منافسته بتقويد ثقة الأمريكيين في القدرة على هزيمة الوباء لكن المناظرة اتسمت بالهدوء النسبي إذ حرص كل من فانس وهاريس على الحديث بدون التلاسن بشكل مسيء عكس ما حدث في المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب ووصفت بأنها أسوأ مناظرة في تاريخ أمريكا وللمزيد من التفاصيل ينضم علينا من واشنطن مراسلنا في البيت الأبيض هشام برار أهلاً ومرحباً بك هشام ما الذي يجري داخل البيت الأبيض في التعامل مع المناظرة المقبلة؟ طبعاً الكثير من الارتباك واللبس شاب هذا الموعد المناظرة وما تبقى من المناظرتين؟ هل هناك مناظرة أو مناظرتين؟ دعني أشير وأوضح للمشاهدين آخر المعلومات التي حصلنا عليها من كيت بيدن فيلد وهي المتحدة باسم حملة المرشحة الديموقراطي جو بايدن المؤكد حتى الآن هو أن المناظرة في الخامس عشر من أكتوبر أي المناظرة الثانية التي ستتخذ شكل لقاء مفتوح يجيب فيه المرشحان على أسئلة الناخبين في الجمهور لن تحدث في هذا الموعد هذه المناظرة الرئيس الأمريكي كاللجنة المشرفة على هذه المواضرات رأت أنها يجب أن تكون افتراضية في ظل أن الرئيس الأمريكي لا يزال يعاني من مرض فيروس كورونا الرئيس الأمريكي رفض أن تكون افتراضية فبالتالي جو بايدن أيضا رفض المشاركة والآن هذه المناظرة لن تحدث جو بايدن اختار الدهاب وتلبية دعوة شبكة ABC التلفزيونية في الولايات المتحدة ثم هناك سيقود تجمعا بنفس اللقاء المفتوح مع ناخبين سيديره جورج ستيفانو بولوس المديع الأمريكي المشهور في ليلة يوم الثلاثاء المقبل الخامس عشر من أكتوبر فالسؤال يبقى ما مصير المناظرة الثالثة هنا يوجد الخلاف المناظرة الثالثة حملة الرئيس ترامب تريد تأجيل أي المناظرة التي كان يفترض أن تحدث الأسبوع المقبل في يوم الثلاثة أن تؤجل إلى الثاني والعشرين من أكتوبر موعد المناظرة الثالثة حملة جو بايدن تقول لا نحن نقبل بذلك المناظرة الثانية ستكون هي الأخيرة أي المناظرة الثاني والعشرين باعتبار أن الرئيس الأمريكي رفض المشاركة في المناظرة الثانية يوم الثلاثاء المقبل بحيث أن تكون افتراضية فالمناظرة يوم المناظرة الثاني والعشرين من أكتوبر ستكون الأخيرة فلا أن يشارك المرشح الديمقراطي في مناظرة في التاسع والعشرين من أكتوبر كما رغبت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا المعضلة وهنا الجدل لا شيء يلزم أكيد المرشحين للمشاركة في أي من المواضرات في هذه اللحظة جو باينر اختار عدم المشاركة بإمكانه أن يعمل ما عمله الرئيس الأسبق رونالد ريغن في عام 1980 عندما رفض منافسه جيمي كارتر المشاركة في المواضرة تليفزيونية ظهر رونالد ريغن في هذه المناظرة لوحده وشارك في المناظرة لوحده هذه المرة جو باينر اختار أن يقوم بلقاء مفتوح في شبكة تليفزيونية على شبكة تليفزيونية الأمريكية يمكن للرئيس الأمريكي في 29 أكتوبر أن يختار أن يشارك بمفردي أيضا في المناظر التي يريد أن تكون الأخيرة بالنسبة لحملة جو بايدن يتقول كيت بيدنفيلد أن الرئيس ترامب وحملته اتفقوا في يونيو الماضي على قواعد ومواعد هذه المناظرة والمواعد الآن ليس لتغيير قواعد اللعبة في هذا الوقت المتقدم قبل الانتخابات وهذا هو سبب رفض حملة بايدن التاسع والعشرين بحيث هناك ثلاث أيام فقط أربعة أيام فقط قبل مععد الاقتراع هشام الرئيس يصر على أنه ليس ناقلا للعدوى كذلك ويصر على مسألة أن الحضور في المناظرة الثانية يكون بشخصه لم يمر أسبوعان فترة حضانة هذا الفيروس ولم يتأكد شفاؤه بشكل كامل كيف سيتعامل مع ذلك حتى إذا قبل الجانب الآخر لن يقبلوا حتى اللجنة التي تشرف على هذه المناظرات الرئاسية لن تقبل تريد إخضاع المرشحين أو على الأقل تطلع على نتائج الفحص واختبارات فيروس كورونا قبر المشاركة بل حتى أن القواعد والشروط المشاركة تشددت بعد المناظرة الأولى وهذا سبب أيضا رفض الرئيس الأمريكي لمواضرة افتراضية بحيث أن اللجنة وسبقا رفض ذلك اللجنة أقرت الآن بأنه أي مرشح قاطع الآخر فميكروفونه سيقطع الصوت من هذا الميكروفون طبعا الرئيس الأمريكي لم يكتمل عشرة أيام التي يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنها هي الفترة المحدودة التي أقل فترة يمكن أن ينتهي فيها نقل العدوى من مصاب بفيروس كورونا الرئيس الأمريكي حتى الآن لم نتائج اختباراته لم تعلم من البيت الأبيض على أنها سلبية فبالتالي الأمر يتعلق بالتاني والعشرين من أكتوبر موعد المواضرة اللحيقة التي يتوقع أن تكون الأخيرة على الأقل من وجهة حملة المرشح الديموقراطي جو بايدن البيت الأبيض وطبيبه شون كونلي يتوقعون أن بحلول الثاني والعشرين من أكتوبر الرئيس الأمريكي قد يصبح وعلى أرجح وفقا لجميع التوقعات يصبح خاليا من فيروس كورونا وفي وضع صحي يسمح له بالمشاركة لكن لا شك أحمد الرئيس الأمريكي يتوق بشغف وبفارغ الصبر إلى العودة إلى ساحة المعركة الانتخابية والهامش الزمنية ضيق قبل معايد الاقتراع يريد العودة إلى التجمعة الانتخابية أكثر من رغبته في المشاركة في المناظرات التليفزيونية من واشنطن مرسلنا في البيت الأبيض هجام برار شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات ونستمر في مناقشة ما جاء بشأن هذه المناظرة ينضم إلينا من واشنطن أيضا عبر سكايب دانيال لابن أهلا ومرحبا بك تتابع نشاط الرئيس لبوليتيكو وتحديدا كذلك مسألة النشاط في البيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة مرسلنا يشير إلى أن الرئيس يطوق إلى العودة مرة أخرى إلى نشاطه في الدعاية الانتخابية كيف تعامل مع تويتر وإلى أي مدى أغناه عن هذه التجمعات خلال الأيام الماضية لقد غرد كثيرا لنشر الحماسة في أوساط داعمي وهناك إحساس لدى مستشاري ترامب بأنه يريد أن يعود إلى الحملة الانتخابية على الرغم أنه لم يتعافى كلية التغريدات لا تحل محل المقابلة الشخصية مع الداعمين والكثير من الناس اعتقدوا أن التغريدات سببت مشاكل في الأيام القليلة الماضية لأنها كانت كلها تجذب الانتباه وهذه مشكلة كبيرة لحملة ترامب لأن الناخبين المستقلين لا يعجبهم تغريداته كيف ترى تعامل الحملتين مع مسألة المناظرات والإعداد لها حتى الآن بعد أن مرت مناظرتان حملة بايدن شعرت أنها فازت في المناظرة الأولى لأن ترامب نظر إليه على أنه كان غليظا ولا يعبر عن الاحترام لبايدن كما أن بينس قاطع كمالا هاريس عدة مرات حملة بايدن تشعر بالراحة بالنسبة لموقفها في استطلاعات الرأي والكثير من الجمهوريين قلقون ويعتقدون أن التخلي عن المناظرة القادمة ستكون سيئة لترامب كصحفي أتابع هذا الملف خلال المناظرتين شهدنا انتقادات لأداء المشاركين وانتقادات لإدارة كذلك المناظرة في المرتين وعدم تدخلها بشكل كافي هل شهدنا هذا تاريخيا؟ كان هناك دوما نقد لأداء المرشحين الناس يعتقدون أنهم لا يجيبون على أسئلة المحاورين ويتهربون من الإجابة لم أرى الكثير من النقد موجها ضد ترامب كما رأيت بعد أدائه في المناظرة الأولى كان هناك الكثير من النقد من الناس كان قد وافق على القواعد المناظرة ولكن لم يلتزم بها كل مرشح لديه دقيقتان للإجابة تأثيرات استطلاعات رأي كذلك بعد هذه المناظرات وخلال الأيام الماضية على أداء الحملتين كيف تنظر إليها؟ التأثير خفض من معنويات حملة ترامب نتيجة لاستطلاعات الرأي السلبية هو تراجع نقطتين في فلوريدا وهي ولاية جمهورية وإذا خسر ترامب فلوريدا فليلة الانتخابات ستكون قصيرة جدا وترامب لن يفوز بولاية ثانية استطلاعات الرأي هذه مثيرة بالنسبة للديمقراطيين وجو بايدن لأنهم يعتقدون أن الشعب الأمريكي تعب من رئاسة ترامب هناك شكوك حول مصير المناظرتين المطبقيتين عن المناظرتين السابقتين إلى أي مدى ترى أنهما غطي ما يطلبه الناخب الأمريكي لتحديد موقفه خلال الفترة المتبقية حتى الموعد أنهائي للانتخابات لا أعتقد ذلك في الليلة الماضية معظم المرشحين بينس وهاريس لم يجيب على أسئلة المحاورة تهرب من الأسئلة والأمريكيون أرادوا الحصول على إجابات بالنسبة للمناظرة الأولى كان هناك الكثير من تبادل الاتهامات والشتائم والأمريكيون يكون من الأفضل لهم أن يستمعوا إلى المرشحين مرتين خلال هذه الأيام التي يتهم فيها الطرفان بعضهما بمسألة الأخبار الكاذبة وفبركة التصريحات إلى أي مدى وسيلة المناظرة نفسها حتى الآن أصبحت كافية كوسيلة ضمن دعاية الانتخابية للمرشحين أعتقد أن المناظرات تغير من أراء الناس ولكن معظم الناس يعرفون لمن سيصوتون والمناظرات لن تحدث تغيرا جوهريا الناس شهدوا رئاس ترامب لأربع سنوات ويعرفون من هو ولن يغيروا رأيهم فيه بالإشارة إلى مناظرة الأمس كانت هناك الإشارة الأولى لمسألة السياسة الخارجية في الحملتين إلى أي مدى ترى أنها كافية حتى هذه اللحظة أعتقد أنك تريد أن تسمع أكثر عن السياسة الخارجية من المرشحين لأننا نعيش في عالم خطير والأمريكيون لهم آلاف العناصر العسكرية في الخارج من من المرشحين سيتحدث عن ما سيفعلونه مع الصين وروسيا وإيران لهذا السبب المناظرات مهمة لأن معظم الأمريكيين لن يقرأوا الصفحات الصفحات المرشحين على الإنترنت ويتعرفوا على المجالات الهامة للسياسة الخارجية أخيرا ملفان كبيران الثراء على الأمريكيين خلال الأشهر الماضية مسألة تداعيات كورونا وكذلك مسألة العنصرية نائب الرئيس كمسؤول عن هذا الملف والمرشحة لمنصب نائب الرئيس كقانونية من أي مدى نظرت إلى أن إجابتهم كانت كافية للدفع والدفاع عن سياستهم لقد قام بعمل جيد كمرشحين معظم الناس تحدثوا عن الذبابة التي كانت على رأس بينس لدقيقتين وليس لما كان يقوله كانت هذه لفتة مريحة من ناحية الجائحة الناس غاضبون جدا بشأن الجائحة ولا يعتقدون أن إدارة ترامب قامت بعمل جيد اعتقدوا أن ترامب لم يكن أن بينس لم يكن حذرا في إجاباتي تانيال لبنان صحفي في بلاتيكو شكرا جزيلا لك وقبل أيام من موعد مناظرة رئاسية أخرى في فلوريدا تعيش عائلات أمريكية كثيرة في ولايات أخرى مناظرات سياسية عائلية لا تنتهي بفائز ومهزوم بل بهدنة يحترم خلالها كل طرف رأي الآخر مثل ما في أوهايو في الاستطلاعات ليس بالكبير بين مرشحي الرئاسة الأمريكية في شرق ولاية أوهايو المنطقة الريفية التي صوتت في الانتخابات السابقة لصالح رئيس دونالد ترامب وبفارق كبير عن منافسته وقتها هيلاري كلينتون لكن في هذه الأسبوع الأخير الحاسمة قبل موعد الانتخابات اشتد الاستقطاب أكثر من أي وقت مضى التنوع والاختلاف في الأراء السياسية والانتخابية في أرياف ولاية أوهايو أصبح واضحا جدا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ففي منطقة جغرافية صغيرة واحدة يمكنك أن ترى جميع المواقف والأراء صاحب هذا البيت يساند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينما صاحب ذلك البيت هناك يساند مرشح الديمقراطيين جو بايدن التنافس بلغ أوجهه عندما دخل إلى داخل البيت الأمريكي الواحد مثل ما سنرى هناك لافتة لمساندة جو بايدن وبجانبها أخرى لمساندة دونالد ترامب في بيت واحد ترمى السبب نعم نحن منقسمون في هذا البيت والتي وضع لافتة ترامب وأنا وابني وضعنا لافتة بايدن لأننا لا نحب ترامب نحن تقدميان من الواضح أن استيسي تمكنت من استمالة ابنها سياسيا أناقش والدي أحيانا ولكن أتوتر من ذلك لأنه لا يريد الاقتناع لم نشاهد المناظر سويا ولأن حالة الاستقطاب السياسي اشتاحت هذا البيت ككثير من البيوت الأمريكية في ولاية أوهايو فقد قررت عائلة استيسي الجنوحة إلى ما يشبه التهدئة وتفادي الحديثة في مسألة الانتخابات مجددا والد استيسي وفي للحزب الجمهوري منذ عقودة طويلة رفض التحدث إلينا بينما أصر جار العائلة جريغ أن يبدي نصرته للجمهوريين دون أن يخفي هو أيضا صراعه مع زوجته التي تؤيد الديمقراطي زوجتي تناصر جو بايدن نحن في بيت منقسم سياسيا ولكننا نتجنب الحديث في السياسة يمكنني وضع لافتات انتخابية أمام بيتي ولكنني أخاف أن يتم تخريبها حالة من التشويق والتنافس تميز الأسابيع القليلة التي أصبحت تفصل الأمريكيين عن موعد انتخابات يصفها كثيرون بالمثيرة والاستثنائية خليل من طويلة الحرة من مقاطعة كورتاج أوهايو حثت الأولايات المتحدة كل من أرمينيا واذريبيجان على العودة إلى مفاوضات جوهرية تحت رعاية مجموعة منسك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أقرب وقت ممكن وأشرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية للحرة إلى أن الموقف الأمريكي واضح ولم يتغير داعية إلى وقف فوري للأعمال العدائية وأكدت أن الولايات المتحدة كدولة مشاركة في رئاسة المجموعة ستشارك في الاجتماعات التي توقد تحت رعايتها وأنها ملتزمة بمساعدة الجانبين على تحقيق تسوية سلمية ومستدامة للصرع يأتي ذلك في منفة أذربيجان وقوفها خلف قصف استهدف كاتدرائية أرمينية شهيرة في ناقرنقرباخ في أقت تتواصل المعارك الشرسة التي أسفرت عن مقتل 350 عنصرا من قوات الإطليم حتى الآن في هذه الأثناء أعلنت سلطات الإقليم أن ثلاثة صحفيين أصيبوا بجروح جراء قصف أذري على بلد تشوشا وأنقل أحدهم إلى المستشفى في حالة حرجة حضور أمريكي قوي على خط مساعي حل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا دعوة مباشرة وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية للبلدين إلى المفاوضات التي تجري برعاية مجموعة منيسر في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتأكيد على أن موقف الولايات المتحدة واضح وثابت وأن على كلا الجانبين وقف الأعمال العدائية أعلان تزامن وتحضيرات لبدء اجتماع في جينيف للولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في محاولة لتجنب حرب أوسع في جنوب القوقاز على أن يجري اجتماع مماثل في روسيا يوم الاثنين المقبل بحضور مماثلين عن الدول الثلاث بهدف البحث عن سبل لإقناع الأطراف المتحاربة بالتفاوض في سبيل وقف إطلاق النار بيد أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أعلن أن بلاده ستعود إلى المحادثات مع أرمينيا بعد انتهاء مرحلة الصراع العسكري الحرجة في الإقليم وإنهاء القتال فيه تطورات سياسية جاءت في وقت تزداد فيه الأزمة حدة مع استمرار المعارك بين البلدين على إقليم ناقورني قربخ وفي جديد التطورات إعلان سلطات الإقليم مقتل أكثر من 350 جنديا من قوتها وإعلان أرمينيا إقالة رئيس جهاز الأمن القومي فيها على خلفية استمرار المعارك في الإقليم اليوم نفت أذربيجان اتهمات أرمينية لها بقصف إحدى الكاتد رأيات التاريخية في مدينة شوشة في الإقليم ومع استمرار عمليات نزوح المدنيين خادت أذربيجان وقوات من أصل أرميني اشتباكات عنيفة في مناطق عيتا وتجمعت تظاهرة للجالية الأرمينية في محيط البيت الأبيض للمطالبة بحماية الأرمن ووقف أعمال العنف ودعت البيت الأبيض إلى وقف الهجوم الأذري على الأرمن في نغرنوك رباخ ووقف دعم أذربيجان وتركيا للمزيد ينضم إلينا من هناك مرسلنا ميشيل هاندور أهلا ومرحبا بك ميشيل ما الذي يجري؟ نعم مظاهرة كبيرة تجري هنا أمام البيت الأبيض يشارك فيها المئات من المواطنين الأمريكيين من أصول أرمينية قدموا من عدة ولايات أمريكية ومن عدة مدن أمريكية رفعوا العديد من الشعارات تطالب الإدارة الأمريكية بوقف دعم تركيا وتزويدها بالمساعدات العسكرية وتركيا نعرف أنها تقوم بتقديم الدعم لدولة أذربيجان التي تهاجم الأرمن في إقليم ناغورنو كارباخ والمواطنون الأرمنيون ينددون أو الأمريكيون من أصل الأرمني ينددون بالهجوم الأثري على الأرمن وينددون أيضا بالدعم التركي ويؤكدون أن تركيا تتابع إبادتها للأرمن التي بدأت قبل حوالي مئة عام وينضم إلينا هنا في هذه التظاهرة مواطن أمريكي من أصول أرمانية قدمة للمشاركة في هذه التظاهرة نعم هل يمكن أن تعرفنا على نفسك الاسم؟ نعم اسمي ساركيس دانيال أنا أمريكياني بس أرمني أصلي ولبناني كمان لماذا تشارك في هذه التظاهرة؟ ماذا تطالب في هذه التظاهرة؟ فيه شغلتين فيه شغلتين أول شيء بدنا أن أمريكا ما تبعط سلاح لتركيا تيقتلون الأرمن مثل ما عملوا بألف وتسعمائي وخمستاش دابحونا أتلونا والأتراك هن الإرهابيين هن اللي أسسوا الإرهاب والأفيتين بأزربيجان وعم بيتخلوا بهالقصة تايتلوا الأرمن أرصاخ نغور نغاربا أراضي أرمانية من ألوف السنوات من ألوف السنوات نطلبوا أن أمريكا وإسرائيل لا تبعط السلاح إلى أزربيجان تيقتلوا الأرمن هي أمريكا والإسرائيليين هولي هذي طلبنا وبدنا نحرر نغور نغاربا مثل ما عملنا كل العالم بسربيا سربيا واضح شكرا جزيلا لك إذن أحمد تحدثتك المتحدثة باسم الخارجية ما الجديد في هذه التصريحات نعم يعني تحاول الولايات المتحدة التي تشارك في رئاسة مجموعة منسك في منظمات الأمن والتعاون في أوروبا إلى جانب روسيا وفرنسا تحاول هذه الدول أن تدفع الطرفين الأذري والأرماني لوقف القتال فورا والعمليات القتالية والعودة إلى طاولة المفاوضات ذكر أن هناك اجتماع عقد اليوم في جناف لهذه المجموعة من أجل دفع الطرفين لوقف إطلاق النار وسيعقد اجتماع آخر الأثنين المقبل في موسكو الخارجية الأمريكية تتحفظ عن أعطاء معلومات حول هذا الاجتماع في جناف الذي جرى في الساعات الماضية وحول الاجتماع المقبل والهدف كما ذكرنا الضغط على الجانبين لوقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضة من أمام البيط الأبيض المراسل شكرا جزيلا لك أهلا بكم من جديد قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أنه بصدد إكمال جولة التشاور مع تركيا بشأن الوضع في ليبيا وأكد أنه سيزور أنقرة لبحث دعم وقف التصعيد وتنشيط الحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا وعلنت حكومة الوفق الليبية أهمية استيناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد وفق مخرجات مؤتمر برلين وخلال اجتماع ناقده المجلس السوريسي لحكومة الوفق ناقشت الوضع السياسي والأمنية والعسكرية الراهن جرى أيضا تقييم عام للموقفين الاطنمي والدولي توجه الأزمة الديبيا أكدت الرباعية بشأن اليمن التزامها بإيجاد حل سياسي للصراع وعربت عن دعمها لجهود المبعوث الأممي مارتين جرافث وبعد اجتماع لسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات نهاية الشهر الماضي أوضح بيان للسفرات الأمريكية في اليمن أن اللقاء ناقش تدابير الإنسانية والاقتصادية واستناف العملية السياسية وفق قرارات الأمم المتحدة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه سحب آخر جندي أمريكي من أفغانستان بحلول عيد الميلاد وكتب في تغريدة على تويتر أن على الولايات المتحدة يعرضت جنودها الذين مازالوا يقدمون في أفغانستان بحلول عيد الميلاد قبل أشهر من الموعد المحدد في الاتفاق الموقع بين واشنطن وطالبان لإنهاي أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة فيما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس سلتنبارغ أن أعضاء الحلف سيتشاورون ويقررون معا موعد مغادرة قواتهم من أفغانستان وأضفنا دول الأعضاء قررت الذهاب إلى أفغانستان معا وستتخذ قرارات بشأن أي تعذيرات مستقبلية بما فيها المغادرة معا تأتي هذه التصريحات بعد تغريدة الرئيس الأمريكي بسحب القوات الأمريكية فيما أشهد المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان ذبح الله مجاهد بتغريدة الرئيس الأمريكي التي تعهد فيها بسحب آخر جندي أمريكي بحلول عيد الميلاد وأضف المتحدث أن هذه الخطوة تعتبر إيجابية لتنفيذ اتفاق السلام بين الولايات المتحدة والحركة وتوصلت راشنطن وطالبان إلى اتفاق في فبراير الماضي نص على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان بغضون ثمانية أشهر ثمانية عشر شهرا شريطة وفاة طالبان بتعهداتها بمحاربة الجماعات الإرهابية وبخاصة تنظيم داعش في البلاد فيما لم تعلق الحكومة الأفغانية على تغريدة الرئيس الأمريكي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفاء بوعوده الانتخابية قبل موعد الانتخابات الرئاسية فبخلاف الجدول الزمني المقرر سابقا يعلن ترامب أن أفغانستان ستكون خالية من الجنود الأمريكيين بحلول عيد الميلاد قبل هذا الإعلان بساعات قال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين إن عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان حاليا هو خمسة آلاف جندي وإن الإدارة الأمريكية ستخفض العدد إلى ألفين وخمسمائة جندي مطلع العام المقبل ووفق أوبراين كان هناك عشرة آلاف جندي أمريكي في أفغانستان عندما تولى ترامب منصب الرئاسة وخفض العدد في مرحلة أولى إلى ثمانية آلاف وستمائة جندي بموجب اتفاق السلام المبرم بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير الماضي والذي قضى بتخفيض عدد القوات خلال مائة وخمسة وثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على أن تنسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان خلال أربعة عشر شهرا وتسعى واشنطن لسحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان وطي فصول حرب امتدت تسعة عشر عاما هي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة خصوصا مع بدء المحادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في سبتمبر الماضي ورغم إعلان ترامب رغبته بسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان قبل نهاية العام لا يزال تطبيق الخطوات مرتبطا بفوزه بفترة رئاسية ثانية الشهر المقبل أهلا بكم مجددا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التحسن الذي شاهده في حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد كان نتيجة تلقيه علاجين عملت على تطويرهما شركة رانجيرون وعلي ليلي والتقاولات هي التي تلقاها الرئيس تحت تصنيف العلاجات بالأجسام المضادة والتي تثبت الأبحاث فعليتها في بعض حالات الإصابة بكورونا كيف تعثى أشهر مصابي كورونا؟ إليكم الوصفة الطبية التي ساهمت في تحسن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بكوفيد-19 الفريق الطبي لم يفسح عن الكثير من التفاصيل لكن ترامب قال إنه تناول علاجين بالأجسام المضادة ودع السلطات لمنح موافقة لاستخدام الطارق حتى يتسنى توفير العلاجات مجانا للمصابين بما أنها ساهمت في تحسن وضعه الصحي أحد العلاجين تقول شركة ليلي إلي التي أنتجت على فعاليته في تخفيف حدة المرض وتتوقع موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدامه في حالات الطوارئ الشهر القادم وتأمل توفير خمسين ألف جرع قبل نهاية العام أما العلاج الآخر فمن إنتاج ريجينيرون وينتظر إذنا مؤقتا قبل الترخيص النهائي وهو مزيج من جسمين مضادين يلتصقان بشوكة على غلاف الفيروس ليشوهاها فيعطل عمله وتقول الشركة إنها اختارت أفضل الأجسام من بين مرضى البشر والفئران المعدلة وراثيا ليكون جهازها المناعي مشابها للإنسان لكن مجلة ساينس الأمريكية مصدر تلك الأبحاث نشرت تحذير علماء من تجنيد جسمين مضادين لمكافحة كورونا مخافة أن يسهم هذا في تحوره عشوائيا فينتج سلالة أعتى من الفيروس منعت محكمة استناف فدرالية قرارا بتمديد الموعد النهائي لفرز الأصوات الغيابية بستة أيام في واسكنسون هذا وإطاقا يستنف الديمقراطيون أمام المحكمة العلية الأمريكية إذ قضى القاضي بواليام كونليا شهر الماضي بأن أي أوراق اقتراع تصل بحلول التاسع من نوفمبر ستحتسب طالما ختمت بالبريد بحلول الثالث من نوفمبر يوم الانتخابات أكدت وزارة العمل الأمريكية انخفاضا في عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على طلبات إعانة البطالة وهو ما اعتبرته مؤشرا على تعافي الاقتصاد وتخفيف حدة وطأة فيروس كورونا المستجد إلى أن خبراء اعتبروا أن سوق العمل الأمريكي لم يحرز تقدما ملموسا للتغلب على تداعيات الجائحة انخفاض وصف بالطفيف في عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي وهو مؤشر على أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تحرز تقدما جديدا في إعادة ملايين الأشخاص إلى وظائفهم بعد توقفهم عن العمل بسبب اضطرابات فيروس كورونا وبين تقارير وزارة العمل الأمريكية واستطلاعات الرأي وتقارير خبراء الاقتصاد مسافة شاسعة تمتد بين التفاؤل بتحقيق قفزة نوعية والتشاؤم من تداعيات قاتمة للفيروس على الاقتصاد الأمريكي وفقدان العديد لوظائفهم إلا أن وول ستري تغرد على مدار يومين بلغة ارتفاع أسهم البورصة وتشبث المستثمرين بالأمل في أن بيانات المطالبات المرتفعة قد تكون حافزا لجولة جديدة من تخفيف الوباء الفدرالي ولكن كلا الطرفين يعلق آمالا واسعة على ما بعد الثالث من نوفمبر وعلى توفر اللقاح ضد الوباء اقتصاد جريح ليس في حالة جيدة لاستقبال فصل الشتاء حسب خبراء الاقتصاد الذين توقعوا مزيدا من التراجع في التوظيف خلال نهاية العام إذا لم يتم الاتفاق على حزمة فدرالية جديدة لمواجهة خسائر وباء كورونا أما الرئيس ترامب بدوره يتمسك بنظرة تفاؤلية ويتوقع تعافيا سريعا للاقتصاد على بوابة العام الجديد لكن المؤكد أن ملف الاقتصاد وكورونا هما أبرز ملفين ساخنين يتصدران السباق الانتخابي وقد يحددان ملامح الرئيس القادم أعتقل ستة أشخاص بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة ولاية ماشغن الأمريكية واختطى في حاكمتها الديموقراطية غريتشان وايكمار وقال لدعاء العام في الولاية الشمالية نجزة الأمن أحبطت محاولة كانت تستهدف حياة المواطنين والمسؤولين وقوات الأمن عقوبة المتهمين في حال إدانتهم ربما ستكون السجن مدى الحياة حاكمة الولاية دانت المحاولة وقالت إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب شارك في تأجيج متطرفين فازت الشاعرة الأمريكية لويز غلوك بجائزة نوبل الأداب على ما أعلنت الأكاديمية المانحة للجائزة والتي أوضحت أنها منحتها الجائزة على صوتها الشاعري المميز الذي يطفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي نالت الشاعرة الأمريكية لويز غلوك البالغة من العمر 77 عاما جائزة نوبل للأداب في خطوة تتوج نتاجها الذي بشرته في نهاية الستينات ويتمحور على مواضيع التفولة والحياة العائلية ويستوحى خصوصا من الأساطير وقالت الأكاديمية المانحة للجائزة في حيثيات قرارها أن غلوك كفئت لأنها تكتب شعرا روائيا حالما ويستحذر ذكريات وأصفار ويتردد ويتوقف ليفتح أفاقا جديدة وفيه يتحرر العالم ويحلق قبل أن يحضر مجددا بسحر ساحر وتشكل الطفولة والحياة العائلية والعلاقات الوثيقة بين الأهل والإشقاء والشقيقات موضوعا مركزيا في عملها وسبق لغلوك أنفازت العام 1993 بجائزة بوليتزر عن مجموعاتها الشعرية The Wild Iris وجائزة National Book Award منذ ست سنوات وغلوك هي رابع امرأة تفوز بجائزة نوبل الأداب في العقد الأخير والسادس عشر فقط منذ بدء توزيع هذه المكافآت العريقة في بداية القرن الماضي ويسجل وجود كبير للنساء في موسم نوبل العام الحالي مع فوز ثلاث نساء بجوائز علمية وقد تعادل النساء أو يحطمن العدد القياسي للفائزات لسنة 2009 بخمس فائزات في انتظار توزيع جائزتي السلام يوم الجمعة والاقتصاد الاثنين المقبل